بتبارك في القليل وتخليه كفي وبتصنع حالة من حالات أنا بسميها قيم الأزمات إيه قيم الأزمات دي؟ القيم اللي بتظهر وقت الأزمة زي ما فيه حاجة اسمها أخلاق الزحام فيه حاجة اسمها القيم التي تظهر في وقت الأزمات زي النصرة والشهامة وكمان المشاركة القيم دي لربما أنا بقول لربما يكون الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الأزمات لتظهر هذه القيم اللي هو علشان إننا احنا في أزمة يبقى كل واحد يقول يلا نفسي وإنما نفسي هي نفس خوية علشان يتجلى علينا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه يبقى في قيم الأزمات هي ماذا محبة الخير لأخيك يبدي أول قيمة محبة الخير لأخيك تظهر في وقت الأزمة ومن قيم الأزمة كمان إن أنت ماذا ماذا أنك في الحقيقة مش أقول لا تهنأ ولكن ترى أن صدر أخيك جزء من صدرك وأنه في الحقيقة كما أنك في الحقيقة كالجسد له فلابد كما أنت تحتاجه إلى الطعام هو كذلك يحتاجه إلى الطعام فتظهر قيمة قيمة التلاحم ودي قيمة مهمة جدا 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 قيمة التلاحم يعني نبقى إحنا كأننا لحم واحد جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائل سائل الجسد بالسهر والحم يبقى من الأزمات دي هل لقياها كتير أو في السنة النبوية وحضرة النبي علمنا منها كتير فمثلا يوم غزوة الخندق بيقول سيدنا جابر لما انتهينا من حفر الخندق ماذا بس شاف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فحس أنه إيه جعان فرجع لزوجتي فقال لها عندنا إيه عندنا إيه من أكل فقالت ما عندنا شغل شوية شعير الصغيرين فسيدنا جابر بيقول لها ولنا بهيمة صغيرة من أولاد الضاء يعني خروف صغير فذبحها سيدنا جابر وقال لها جهز الطعام وأنا أجيب حضرة النبي ونجي ناكل يبقى وإحنا نتكلم على مين على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جابر وأهل البيت وقال لحضرة النبي إيه في السر يا رسول الله إن قد ذبحنا بهيمة لنا وطحن أي مرأتي بيه وطحنت أي مرأتي صاعا من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر من أصحابك نفر يعني اتنين تلاتة يعني من الصحابة وإيه اللي يحصل ونروح ناكل وفجأة حضرة النبي نادي النبي صلى الله عليه وسلم نادي بقى على صوته يقول يا أهل الخندق إن جابرا صنع لكم طعاما فحيا على حيا هلا يعني يلا فيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر إيه اللي حاصل خلوا الإناء زي ما هو ما تفتحوش ولا تخبزوا العجين حتى آتي يعني خلوا الإناء خلوا العجين متغطي لغاية ما يجي ولما جي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أطعامهم وكانوا أكثر من ألف واحد فكلوا جميعا بطعام واحد وكان تكسير الطعام بين يدي رسول الله عليه وسلم معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم إلا إن الفكرة هنا تعالوا نقف شوية إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نحن في أزمة الخندق وما أدراكم من خندق خندق أزمة عظيمة ومؤمنين يزلزلوا زلزالا شديدة يعني الحالة ضنك فإن اللي حصل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايزة يعلمنا قيمة من قيمة من قيم الإيه من قيم الأزمة اللي هي قيمة إيه بقى قيمة التلاحو ولذلك الفكرة هنا في قيم الأزمة اللي تعلمنا إننا كلنا حاجة واحدة جسد واحد ولذلك لازم في الأزمات نعرف قيمة التلاحم إننا لحم واحد جسد واحد اشتركوا في القناة